التأدير الذي عملناه بالرحل المسودة لحساب عادة تأدير يكون يوجد حساب عادة التأدير حساب عادة التأدير يقسمه الجانبين ركن العليمين ركن الخسار وأمت أعرف أنه خساران عندما أجب أشارة من دول أجب أصول تنقص أو خصوم ومخصصات تزيد يباني خساران طرف الدين أو الجانب الدين اللي وركن الأرباح بسجل فيه إشارتين زيادة الأصول ونقص الخصوم والمخصصات يبقى لي في المدينة عكس اللي موجود في الطرف الدين طب هرحل إزاي هبدأ من المسودة اللي عملتها أنا عندي أول حاجة العقار حصل في العقار زيادة يبقى دي زيادة في الأصول زيادة الأصول أهي بتحط في الطرف الدين يبقى لوح في الطرف الدين هكتب اسم الأصل اللي زاد اللي هو أصل العقار وحط الرقم اللي زاد بي اللي هو رقم الفرق ده 25 تاني حاجة آلات برضو حصل لها زيادة زيادة في الأصول برضو زيادة الأصول هكتب اسم الأصل اللي زاد حساب الآلات وحط الرقم اللي زاد بيه 20 ألف جنيه بقية السيارات حصل لها نقص آه ده نقص فيه النقص في الأصول نقص الأصول يبقى في الجانب المدين يبقى هجأوا الحساب وكتب اسم الأصل السيارات وحط النقص اللي حصل 20 ألف جنيه بعد كده حصل زيادة في البضاعة ما البضاعة دي أصول برضو يبقى زادت أصول يبقى في الطرف الدين أكتب اسم الأصل اللي زاد اللي هو حساب البضاعة وحط قداما المبلغ اللي زاد بي 4000 جنيه لو مسجل في خانة الفروة عندي مدينون نقصه يبقى نقص في الأصول نقص الأصول أهو يبقى تحت السيارات ومكتب حساب المدينون وحط النقص اللي حصل 5000 جنيه كده خلصت من التعديل اللي حصل في الأصول يبقى دي الأصول أي نقص عندي السيارات نقصت ومدينون نقص وتسجل في الطرف المدين يبقى نقص الأصول خسائر زيادت الأصول أرباح عندي ثلاث أصول زادوا عقار زاد آلات زادت وضع زادت نفس اللي عملنا في المسودة في لقن الأصول هنعمله مع لقن الخصوم الخصوم في عندي أول حاجة دا إنون قلة ألف آه ده نقص فين نقص في الخصوم أهو آه ما نرايح نقص الخصوم ربح لأن نقص الخصوم يعني نقص التزام علي يبقى أنا كسبان ألف جنيه جسبانهم من حساب الدائنون هاجي بعد كده أوراق الدفع زادت ثلاثة أوراق الدفع التزام علي يبقى التزام العليا زاد يبقى أنا خسران يبقى زادة الخصومة هي أسجل تلات تلاف جنيه وأول حساب أوراق الدفع هاجي بعدها هلاقي في عندي زيادة برضو في المخصص طبعا هو زيادة المخصص زي الخصومة هو يبقى هنا دي بالنسبة لي خسارة أحط ألفين جنيه وأول حساب مخصص ديون مشكوك فيها يبقى أنا كده بالنسبة لي خلصت المعلومة بتاعة عادة تأدير كلها طيب هل حساب أعد تأدير بيقف على الحتة دي بس لا طبعا نكمله بقى بعد ما بخلص حساب أعد تأدير بالمنظر ده هقفل الحساب عشان أعرف النتيجة النهائية أنا كسبان هذا خسران ووزع النتيجة النهائية على الشركاء القدامة اللي هم مين؟ أيوة سمع ناس بتقولي محمد سلطان وحمد عبد العل نقولهم مع بعض عشان أقفل التمرين وأعرف النتيجة شكلها إيه هجمع الطرف المدين كله على بعضه دي موجود فيه وأجمع الطرف الدين كله على بعضه دي موجود فيه الأول هلاقي المدين أدي عشرين وأدي عشرة يبقى تلاتين يبقى المدين اللي موجود فيه تلاتين ألف جنيه ده المجموع بطرف المدين هجمع الطرف الدين ليتهم خمسة وعشرين وعشرين خمسة واربعين ودي خمسة يبقى خمسين يبقى الطرف ده كله على بعضه عامل خمسين ألف جنيه يبقى مجموع الدين خمسين والمدين تلاتين هاخذ الأكبر في الاتنين خمسين وخمسين هل الطرف المدين فيه خمسين؟ أيوة سمع نستل deceased لا فيه تلاتين عايزة أوصّلهم خمسين يبقى نقص لهم كام؟ يبقى الخمسين أشياء الثلاثين الموجودة يبقى فضل العشرين يبقى أنا بجيب الفرق ما بين الاثنين الفرق ده بسميه عندي في المحاسبة رصيد مرحل هان إلى الرقم الفرق اللي طلع في الطرف العكسي ألفين جنين بس مش عايز أسميه رصيد منقول هو ده النتيجة بتاعة إعادة التأدير إعادة التأدير حجم الاثنين ياما بتطلع مكسب ياما بتطلع خسارة طب أنا هعرف إزاي مش الألفين دي هاي الرصيد المنقول تمام شوفوا زارت في أنهو رقن هل زارت في الرقن المدين ولا في الرقن الداين قال لأ ده زارت في الرقن الداين جميل طب هو رقن الداين بتسجل فيه خسارة ولا بتسجل فيه أرباح قال لي أرباح يبقى الرقم ده أرباح يبقى هسمي الرقم ده أرباح مش الأرباح دي جات وأنا بعمل إعادة التأدير يبقى سميها أرباح إعادة التقدير يبقى وإحنا بنعمل التعديل كسبنا كسبنا كام؟ عشرين ألف جنيه كميل العشرين دول بقى نعمل فيهم ايه ايوة سمع الناس بتقولي زي ما اتفقنا اي مكسب اي اخصارة بنوزها على الشركاء القدامى يبقى هروح على المسور ده بتاعتي تحت حتياطي عام هوم كاتب ارباح اعادة التقدير قيمتها عشرين الف جنيه هوم مطلع منها سهمين سهم السلطان وسهم الحمدي مش هوم متفين بالتساوي يبقى نصيب سلطان عشر تلاف ونصيب حمدي عشر تلاف ونصيب كل الشريك بيجري على فين على جار الشركاء مش الارباح دي ليهم يبقى هاخد الارباح وانزل فرقن ليهم هسجل عندي محمد سلطان عشرة وعند حمدي عبدالعال عشرة واليوم يا جماعة الفلوس ده اللي اجابها لكم من ارباح اعادة التقدير كده خلصنا حساب اعادة التقدير